السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعة قناة مستر أحمد علي المصري يارب تكونوا بخير وفي أساعة حال ما زلنا نتحدث عن الأخبار الجديدة ودايما كل جديد إن شاء الله هتلاقيه على قناة مستر أحمد علي فدايما تابعنا ولما كنتش مشترك في القناة شرفني بالاشتراك واتنساش تفعل الجرس عشان إن شاء الله يجيه لكل جديد وتشاري الفيديو عشان غيرك يستفيد النهاردة يا شباب خبر مهم جدا عن محافظة دميات خاص بمدارس التمريد تعلن مدرية الشؤون الصحية بدميات إدارة التدريب والمدارس فتح باب التقدم للالتحاق لكبول دفعة جديدة بمدارس التمريد بنات بالمحافظة للعام الدراسي 2022-2023 من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 اللي معاهم إعدادية السنة دي تبقى للشروط فيما يلي بيان بموعيد التنفيذ أول حاجة الأوراق المطلوبة صورة ضوئية من شهادة الميلاد شهادة النجاح بالشهادة الإعدادية بطاقة ولي الأمر على أن تقدم الأصول في حالة القبول يعني الأول أنت هتقدمي كل حاجة صور وبعد كده قبلت الحمد لله هتقدمي طبعا الأصول بتاعة الحاجات دي كلها ثانية موعيد التقديم من مجموع 273 لـ 280 ده إن شاء الله التقديم هيكون من يوم 26-6-2022 لحد يوم الثلاث 28-6-2022 يعني من يوم الحد 26 ليوم الثلاث 28-6 الشريحة الثانية يا شباب من مجموع 267 حتى أقل من 273 ابتداء من 4-29-6-2022 حتى يوم 2-4-7-2022 المتخلفين من جميع المراحل اللي ملحقش يروح في هذا المعاد ولا ذلك المعاد هيروح إن شاء الله يوم الخميس 7-7-2022 ثالثا موعد امتحان الإملاء واللغة الإنجليزية لمنكتاز شرط المجموعة والاحتياطي بجميع المدارس هيكون إن شاء الله يوم الحد الموافق 31-7-2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا ولا يسمح بالتأخير يعني مبدئيا كده سيادة الجبتي المجموع بتاع المدرسة والورق كان تمام وقبلتي هتخش على طول على امتحان الإملاء واللغة الإنجليزية ده إن شاء الله يكون يوم الحد 31-7-2022 تمام كده ولا يسمح بالتأخير طبعا المعد الساعة العاشرة ما ينفعش نتأخر طيب أنجح من كاميا منستر من 70% من درجة الامتحان يعني لو الامتحان مثلا من 10 درجات يبقى على الأقل تجيبي 7 تمام ركز كده مع بعض إعلان النتيجة بجميع المدارس سيكون يوم الأربع إن شاء الله الموافق 3-8-2022 آخر موعد للتظلمات يوم الأحد الموافق 7-8-2022 رابعا موعد المقابلة الشخصية واختبارات القدرات وكشف الهيئة بمقر المدارس تبقى للمواعيد التالية موعد المقابلة الشخصية واختبارات القدرات والهيئة والكلام ده كله مدرسة تمريد دمياط هيبقى يوم الحد إن شاء الله 14-8 يوم الحد 14-8-2022 أكيد طبعا هم غلطانين في هذا التاريخ مدرسة تمريد كفر سعد الـ 2-15-8-2022 مدرسة تمريد فارسكور الـ 3-16-8-2022 مدرسة تمريد الزرقة الـ 4-17-8-2022 المتخلفين من جميع المدارس الخميس 18-8-2022 المعلومات والاستفسارات من المسؤول باستلام الأوراق والمدرسة غير مسؤولة عن أي معلومة من غير المختص يعني أي حاجة أنت عايزها تستفسار منها يبقى سيادتك على طول تروح المدرسة وتتكلمي مع المسؤول هناك لن تقبل أي أوراق في غير الموعد المحدد لكل فئة تمام كده؟ يبقى عرفنا هوا دمياط المجموع من كام طبعا الحد الأدنى للتعديم 267 عجبتك المدرسة نقدم ونشوف الدنيا فيها إيه؟ أهم حاجة نعرف المعلومات الصحيحة لو في أي استفسارات عندنا المدرسة نروح نسأل فيها ما فيش أي مشكلة عشان إن شاء الله نعرف ناخد الخطوة الجاية تكون إن شاء الله خطوة صحيحة كان معكم أستاذ أحمد علي وانتظروني في فيديوهات جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته